وفي حضرموت دشنا الوكيل المساعد للمحافظة هشام السعيدي فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية التي ينفذها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت بالتنسيق مع قطع الرعاية الصحية الأولية والإدارة العامة لصحة الأسرة بتمويل منظمتين الصحة العالمية واليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي وتشمل فعاليات الأسبوع جملة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الهادفة إلى تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية لما لها من فوائد صحية للأطفال والأمهات وخلال التدشين بمركز الأمومة والطفولة بمديرية تريم اطلع الوكيل السعيدي ومعه مديرية تريم حسن الدويلة ومدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمركز والاحتياجات الضرورية للارتقاء بنشاطه والقيام بدوره بالشكل المأمول وكذا وكل المحافظة المساعدة على ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها مسؤولية جماعية ورسالة صحية يجب إيصالها للمجتمع بشكل عام والأمهات على وجه الخصوص لما لها من فوائد إيجابية للأم والطفل وكذا خطورة الرضاعة والتغذية الصناعية على صحة الطفل شاكرا تدخلات المنظمات الدولية في القطاع الصحي وتمويل مثل هذه الفعاليات